بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هلا بالحلوين انا مفارة خطاب يلا بنا النهار بنعمل المقلوبة الفلسطينية ازاي تطلع معاكي كده المقلوبة مظبوط وقلب كده متماسك زي ما انت شايفة بالطريقة دي وكمان هنعمل الصلطة بتاعتها اللي تجنن بجد طعمها تحفى جدا شايفين بقى الجمال حاجة كده باشا يلا نبتدي بطريقة التحضير انا طبعا هكون في الوقت دوان معايا الفرخة بتاعتي او اللحمة بتاعتي هكون سلقاها وهبتدي اجهز كده في الخضار معايا بتنجان هقشره كده وقطعه بنفس الطريقة كده اللي انت شايفاها بالطريقة دي سهلة وبسيطة جدا بجد الطعم بتاعها خطير هبتدي اقطع لتنجان بتاعي عشان هرس كده على صنية كده او على طبق عشان ارش عليه كده شوية من الملح عشان يخرج الملحة بتاعته لما اقطع بقية الخضار تمام كده هقطع السمك اللي انت شايفاها دوان وبعد كده هرس كده وارش عليه شوية من الملح هبتدي بقية اجيب الخضار التاني هيبقى بقى بصل بطاطس جزر فلفل احمر فلفل اخضر طبعا براحتك والكميات على قد الكميات اللي انت هتعمليها يعني لو انت هتعمل لحمة كتير او فراخ كتير تقدر تضع في الكمية على حسب براحتك انت تمام وهيكون معايا كمان هيكون معايا في اللوتي دوان كمان ارنبيط انا كنت مخزنة كده في الفليزر هتطلعوا معايا هقلي على طول مش هستلقوا طبعا والها عمل في اي حاجة لان كنت سلقى نص سلقى قبل ما تخزنوا في الفليزر ولو انت مش حابة تحط الجزر لو انت مش حابة تحط اي حاجة من الخضار دوان براحتك خالص يعني طبعا اهم حاجة الاساسيات البتنجان والبطاطس والبصل يعني لو انت حابة انت استغني عن القرنبيط براحتك حابة تستغني عن اي نوع اخر انت مش حابة براحتك هبتدي بقى اقلي معايا البطاطس الاول عشان طبعا الزيت بتاعي ما يبهدلش منه بسرعة هبتدي اقلي كده الحاجات اللي مش بتلون الزيت كده بسرعة الاول وبعد كده هبتدي اقلي بقية الاشياء كده واحدة واحدة في راخ بتاعتي بعد ما استوت هقليها برضو نفس الطريقة لما تاخد معايا لون دهبي وهبتدي بقى اقلي بقية الخضار كده تمام جدا ده كده الخضار معايا اللي قلته واللي هستخدمه ومعايا طماطم كده متقطع حلقات كوبايتون كوبار بقى من الروز كنت نقعهم هتابلهم بقى معلقة ببريكا كاري كركم توابل فراخ ملقة دجاج ملح معلقة صغيرة من كل حاجة هبتدي اجيب الصينية بتاعتي ما كانش عندي صينية فان اجيب كده صينية عفوا او حلة بتاعتي هبنينها كده معالق من تحت وبعد كده ابتدي بقى ان انا ارس فيها الطماطم بعدين الفراخ وبعدين بتنجام بتاعي كده زي ما انت شايفة بالطريقة دي ولو انت كمان عندك ورق زبدة او ورق المونيوم تقدر تفريشها ورق المونيوم بعدين ورق زبدة وبعدين تتعميني الرصة اللي انت شايفها بالطريقة دي بعد كده حبه من الرز وابتدي بقى ان انا انزل بقى بالبصل انصل بالخضار كده واحدة واحدة زي ما انت شايفة وبين طبقة والتانية ارشي من حبه من الرز تمام كده لو انت بقى تستخدمي رز بسمتي او رز هندي طبعا هتسلقي نصف سلقة هتسلقي كده 50% كده من السلق بتاعه نصف سلقة وتصفيه وتتبليه بنفس التوابل ان انا استخدمتها بتاعت الرز بتاعت ده انا استخدمت رز مصري ونفس التوابل بالضبط وتعمليه بنفس الدنيا كده زي ما انت شايفة كده تمام جدا عايز اقول لك ان الخضار كان طعمه تحفة بجد الاكلة دي خطيرة كده خلاص ابتدي تقفل الحلة بتاعتي ومعودتش عايزة استخدم رز اكتر من كده وابتدي اقفل كمان من فوق الاول هنزل بالشربة طبعا على الشربة هتنزل بها على قد كمية رز انت عاملها هتشوفي رز بتاعك هياخد سوايل قد ايه انا كان عندي طبعا مرأة لمرأة الفرخة الشربة استخدمتها وبعد كده قفلت بطبقة من بتنجان والبطاطس من فوق لما تغلي معايا ههد عليها نصف ساعة بالضبط على نار هادية وبعد كده هبتدي ان انا جاهز بالسلطة بتاعتها معايا كده ايه خيارة مبشورة طماطمية مبشورة ايه فصل من الطمهروسين لمنتون كبار عصير لمنتون كبار كده زي ما انت شايفها بالطريقة دي وهنزل بربع معلقة من الملح وتلات معلقة كبار من الطحينة عايز اقول لك اللي الصلطة دي بجد تحفة جدا في حتة تانية كده الواحدة مع الاكل خطيرة تقدري كمان تستخدمي صلطة زبادي براحتك خالص وهسيبها بقى لما عدى كده نصف ساعة هبتدي ان انا اجيب المقلوبة بتاعتي واقلبها كده وخبط على الحلة كده من فوق بالطريقة دي وابتدي اطلعها كده تطلع معاكي قلب واحد وامر كده ومتنسكة كده بالجمال ده شايفين الجمال حاجة باسم الله ما شاء الله طحفة جدا عشان احط كده الصلطة في النص يبقى شكلها امر كده شايفين بقى الجمال حاجة كده هباشة بجد تحفة جدا نجربوها ان شاء الله تعجبكم والفراخ معايا مستوية وامر اوي وكل حاجة تمام جدا وحب ترز كده مستوية مش مهروسة اوي او مش مستوية زياد عن اللزوم تسوية مظبوطة جدا عشان انت تقدر تتحكم في الشربة بتاعتها كنت معاكم فرح خطاب يارب تكونوا طرح بتاعت عجبتكم تنسيش تدعمل بلايك وشاري الفيديو مع اصحابك جربوها وابلا هنا مقدما السلام عليكم